أهلا بكم تميز عام 2018 بخروج تظاهرات شعبية كبيرة في مدن جنوب العراق وصولا إلى بغداد وكانت أعنف هذه التظاهرات هي التي شهدتها مدينة البصرة فكانت ساحة التحرير وسط بغداد ميدانا شبه دائم لخروج المتظاهرين ضد العملية السياسية وفسادها وذلك منذ بداية عام 2015 ففي شهر حزيران من عام 2018 شهدت محافظات وسط وجنوب العراق تظاهرات شعبية كبيرة لسيما في محافظة البصرة كانت أبرز نقاط تجمع المتظاهرين هي حقول النفط ومقرات الشركات النفطية الأجنبية كما تحولت هذه التظاهرات إلى اعتصامات مدنية مفتوحة أما في محافظة النجف فقد اقتحم المتظاهرون الغاطبون مطار النجف الدولي أما في محافظة ميسان في جنوب العراق فقد سيطر المتظاهرون على مبنى المحافظة وهاجموا مقرات حزب الدعوة وعددا من الميليشيات الطائفية وفي محافظة ذيقار حاصر المتظاهرون منزل المحافظ أما في محافظة المثنى فقد أدى إطلاق النار على المتظاهرين إلى سقوط قتلى وجرح منهم وهو ما تكرر أيضا في محافظة كربلاء مفوضية حقوق الإنسان تحدثت عن سقوط نحو 22 قتيلا ونحو الف جريح أما محافظة البصرة فقد أحرقت القنصلية الإيرانية وإزاء هذه التطورات قامت الحكومة بإرسال التعزيزات العسكرية تعرض لاحقا الناشطون والمحركون للتظاهرات إلى عمليات تصفية واغتيال منظمة وذلك تأكيدا لتهديد أبو مهد المهندس بأننا ذاهبون إلى الرؤوس الكبيرة في التظاهرات